عبد مناف فيما أبو بكر هذا من أموركم قد اجتمع الناس على بيعته وهو من تيم من تيم أقل حي من قريش وأذن والله إن شئتم لأملأنها عليه خيلا ورجلا وأخذنها عليه من أقطارها معاذ الله معاذ الله أن الشق عسى المسلمين والله إنك ما أردت إلى الفتنة ولا حاجة لنا في نصيحتك على رسلك يا أبا الحسن ما أردت إلا أن أنصرك إن كنت قد ولبت عليها طالله يا أبا سفيان لم يخل قلبك من الجاهلية وما زلت ترى النبوة مأثرة وملكا تتفاضل بهم القبائل وقد وضع الله أنساب الجاهلية وحميتها أما سمعت رسول الله يذكر الناس ويقول كلكم لآدم وآدم من تراب والآن تقول تيم عبد مناف أما أنا لك يا أبا سفيان أنت علم أنها الرسالة من الله للناس كافة أما الإمارة بعد رسول الله فلولا أن رأينا أبا بكر لها أهلا ما خليناه وإياها فليس علي بالذي يسكت عن الباطل أو تأخذه في الحق لومة لأي ألست أحق بها منه؟ وأنت بنعم رسول الله وزوج ابنته كان رسول الله نبيا ورسولا ولم يكن ملكا ولو الله ما كنت لأشق عصى المسلمين ووهن قوتهم حين صرنا أحوج من نكون إليها وقد ارتدت العرب